ده واقول بسم الله الرحمن الرحيم واسحب الخط بتاعي من هنا زي ما احنا متعودين. وهبدأ اعمل عقدة بداية. بالشكل ده. وهعد سبع سناسل. علشان ابدأ في الجوانت بتاعي من الجزء ده. الجزء ده اللي شبه البليسية كده بالشكل ده بتمط معي. عشان اقدر يدخل في اداية بكل سهولة. فهبدأ اعد سبع سناسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. بارتفع سنسلة وبدخل في تاني سنسلة معي وبعمل غرزة حشو. والتانية وبعمل غرزة حشو. والتالتة بعمل غرزة حشو. والرابعة خمسة ستة سبعة. ودي طبعا عقدة البداية ما بدخلش فيها. ارتفع سنسلة ولف الشغل بتاعي. وهدخل بعد كده في الفتلة الخلفية او في الضلع الخلفي للغرزة بتاعتي. بسيب طبعا اول غرزة اللي انا ارتفعت عليها. وبدخل في الغرزة التانية وبعمل غرزة حشو. ممكن اعد طول ما انا ماشي عشان ما اطلق بطش. واتأكد ان شغلي تمام. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة واخر غرزة معايا بيبقى شكلها كده. بيبقوا فتلتين كده راجبين على بعض بالشكل ده. اهي. اهي فتلتين كده راجبين على بعض. فهبدأ ادخل فيها في الغرزة السبعة. ويستحسن اني افضل عد طول ما انا ماشي عشان ما اطلق بطش. ولو مش حابة تعدي ممكن تعلمي بماركر الغرزة اللي انت هترتفع عندها. هرتفع سنسلة وهلف الشغل بتاعي بالشكل ده ومش هدخل في اول آآ غرزة هدخل في الثانية في الضلعة الخلفي وهبدأ اعمل غرزة حشو. اتنين تابع غرزة معي. بعمل غرزة حشو. بالشكل ده. هرتفع سنسلة ولف الشغل بتاعي. واسيب اول غرزة وادخل في الثانية في الضلعة الخلفي. واحد اتنين تلاتة ارتفع سنسلة. وهبدأ اقرر شكلها بدأ يظهر اهو. هذه الغرزة بتتمطب الطول وبتتمطب العرض بالشكل ده. غرزة البليسيه. آآ هبدأ ارتفع الطول اللي انا محتاجه. طول معصم ايدي بالشكل ده. آآ واخلص الجزء ده وارجعلكو تاني. انا كده اشتغلت سبعة وعشرين سطر وصلت كده للمقاس ده. هو المقاس ده حسيته كويس. لما بلفه كده على ايدي بالشكل ده. حسيت ان المقاس ده كويس كده ومرتاح. آآ بس حبيت اعمل سطر تاني اخير قدامكو. فهبدأ ارتفع سنسلة. وخلي بالي من العدد طول ما انا شغالة بعيد. واحد. اول حشو. اتنين. تلاتة. وطبعا بشتغل في الضلعة الخلفي للغرزة. احنا عارفين ان الغرزة فيها الضلعة امامي ودلعة خلفي. انا بشتغل في الضلعة الخلفي. اربعة. خمسة. ستة. والغرزة السبعة طبعا مش بنسيها. ده شكلها. برضو دلعين. بدخل في الدلعين كده. وانا كده عملت تمانية وعشرين آآ سطر بالشكل ده. بجيب السطر ده على السطر ده بالشكل ده. وبدخل في اول غرزة بدخل تحت الضلعين بالمنظر ده. وبسحب الخيط بتاعي. ادي اول غرزة. تاني غرزة بدخل تحت الضلعين. وبدخل في الغرزة رقم اتنين في الجهة المقابلة لها. وبسحب الخيط وبعمل غرزة منزلقة. واللي بعدها. بدخل في الغرزتين اللي قبل بعض. وبسحب خيط وبعمل منزلقة. الشكل ده. اخير غرزة معي. بالشكل ده انا قفلت الاسورة بتاعتي او ايد الجوانتي بتاعي. هبدأ اخد الخيط ده معي. وهبدأ ادخل وهعمل هرتفع الاول سنسلة. وهاخد خط البداية معي تحت الشغل. وهبدأ ادخل فوق كل غرزة تقابلني. ده شكل الغرز. ده شكلها. هبدأ ادخل في كل غرزة تقابلني. وهعمل غرزة حشو. هعمل السطر كله بغرزة الحشو بعد ما ارتفعت سنسلة. علشان يبقى شكل الشغل بتاعي كويس. ثاني ورزة حشو. التالتة. وهكمل السطر بتاعي لحد النهاية بنفس الشكل. انا كده وصلت الاخر غرزة حشو معي. لو انا عدت دلوقتي غرزة الحشو اللي انا عملتها ده الميدور الاسورة. هلاقيهم تمانية وعشرين غرزة مساوية لعدد السطور. لان انا عاملة فوق كل سطر غرزة حشو. فكده يبقى انا شغالة كويس. هدخل فوق الارتفاع اللي انا عملته او اول غرزة معي. وبعمل غرزة منزلقة بالشكل ده وبقفل السطر بتاعي. ارتفع سنسلة. وهقلب الشغل بتاعي بالشكل ده. بالمنظر ده. هبدأ اعمل جسم او الجزء ده الخاص بالجوانتي. انا هنا مستخدم غرزة حرف الفي او غرزة السبعة. هبدأ اعمل انا ارتفعت سنسلة. هرتفع كمان سنسلة ارتفاع. وهدخل وده ارتفاع انا بحسبه ارتفاع مش معي في الغرزة. وهدخل في اول آآ غرزة تقابلني وهعمل عمود بلفة. واخد سنسلة. واعمل في نفس الغرزة عمود تاني بلفة. بالشكل ده. هكمل واشتغل على طول. هسيب الغرزة اللي عليها الدور وهدخل في اللي بعدها. وهعمل عمود بلفة. سنسلة عمود بلفة في نفس الغرزة. وهي دي غرزة السبعة بتاعتي او غرزة حرف الفي بالشكل ده. هكمل الف الخطعة الابرة. واسيب الغرزة اللي عليها الدور. وادخل في اللي بعدها. وهعمل عمود بلفة. سنسلة في نفس الغرزة. عمود بلفة. وهكمل السطر بتاعي كله بالشكل ده. سيب غرزة. وادخل في اللي بعدها. واعمل عمود بلفة. سنسلة عمود بلفة في نفس الغرزة. وصلت الآخر غرزة معي في الصدر بدخل في الغرزة وبعمل عمود بلفة سنسلة عمود بلفة في نفس الغرزة وباجي في الارتفاع السنسلتين اللي انا عملته وبدخل في السنسلة التانية من فوق وبعمل غرزة منزلقة وبقفل السطر بتاعي. انا كده خلصت اول سطر. انا محتاجة اشتغل ما بين السبعة او حرف الفي. فها عاوزة تنقل للفراغ دوت فبدخل فيه وبسحب خيط وبعمل غرزة منزلقة تاني. ارتفع سنسلتين اللي ارتفاع بتاعي وارتفع سنسلة تالتة. دي اللي بتبقى ما بين السبعة عشان دي اول الغرزة السبعة معي. وهلف الخطع الابرة وهعمل عمود بلفة بالشكل ده. يبقى كده دي شكل السبعية بتاعتي عشان انا هقفل في المكان ده هنا كل مرة. هبدأ اتنقل على طول السبعة اللي بعديها او الفراغ اللي بعديها. وهدخل وهعمل عمود بلفة سنسلة عمود بلفة. واللي بعديها. عمود بلفة. سنسلة. عمود بلفة. وكمل السطر كله لحد الاخر بنفس الشكل ده. وصلت الاخر غرزة في السطر بتاعي. وهبدأ اعمل عمود بلفة. سنسلة. عمود بلفة. وهاجي هنا في الارتفاع السنسلتين. ادي اول سنسلة وتاني سنسلة. وقلنا السنسلة التالتة دي اللي هي ما بين آآ حرف الفي او السبعة بتاعتي. فانا هدخل في السنسلة رقم اتنين. بالشكل ده. واعمل منزلقة. عاوز انتقل لجوة السبعة بتاعتي. هدخل في الفراغ. وهعمل برضو آآ غرزة منزلقة. وهارتفع سنسلتين ارتفاع. وهعمل سنسلة التالتة. اللي هي هنا في السبعة. ما بين السبعة بتاعتي. وهبدأ اعمل الضلع التاني للسبعة. وهعمل اول عمود بلفة. هتنقل على اللي بعديها. وهعمل عمود بلفة. سنسلة. عمود بلفة. انا هنا عملت سطرين. وبدأت اهو في التالت. هعمل سطر رابع كمان. وارجع لكم. عشان ما طولش عليكم الفيديو اكتر من كده. ووصلت الاخر غرزة. في السطر بتاعي. انا عملت كده اربع سطور. بالشكل ده. هبدأ ادخل في تاني سنسلة في الارتفاع بتاعي اللي انا عملاه. واعمل منزلقة. وبسيب السنسلة التالتة. بدخل في الفراغ. وبعمل غرزة منزلقة. وهبدأ اشوف انا هعمل ايه. انا لو عدت هنا. لو بدأت هنا اعد السبعات بتاعتي او الغرز بتاعتي. هلاقيهم اربعة اشر غرزة. واحد اتنين. تلاتة اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. احد اشر. اتناشر. تلات اشر. اربعة اشر. غرزة بالشكل ده. فانا علشان احدد مكان السبع بتاعي. لازم اشتغل الجنب ده. يبقى قد الجنب دوت بالزبط. فهنا انا عندي. هنا دي اليد اليمين. بالشكل ده كده. يعني لما هلبسها هتبقى بالشكل دوت كده. فانا محتاجة اعمل دلوقتي اليد الشمال. فانا هقسم المسافة دي. هسيب هنا اربع اربع سبعات. هسيب هنا اربع سبعات. وهبدأ اشتغل هنا في الجنب ده خمس آآ خمس غرز. وفي الجنب ده خمس غرز. وعلشان اسيب الاربع. وبقى كده انا كملت الاربعتاشر بتوعي بالشكل ده. وتبقى دي اليمين وديت الشمال. هبدأ ارتفع وهكمل شغل زي ما انا شغالة. هرتفع سنسلتين ارتفاع وسنسلة لحرف الفي. وهدخل وهعمل ادي كده اول غرزة معي. تاني غرزة. بالشكل ده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهبدأ اسيب واحد اتنين تلاتة اربعة. وهدخل في الغرزة رقم خمسة بالشكل ده. اهو واحد اتنين تلاتة اربعة. وهدخل في الغرزة الرقم خمسة. وهبدأ اعمل عادي الغرزة بتاعتي. اعمد بلفة. سنسلة. اعمد بلفة. بالشكل ده كده. وهو ده هيبقى مكان الصباح. ولو عديت الغرز الباقي لحد نهاية السطر بتاعي هيبقوا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة زي الجنب التاني بالزبط. فانا هكمل للسطر بتاعي. خلصت السطر بتاعي عادي. هقفله زي ما بقفله في تاني السنسلة. بالسنسلة رقم اتنين. ومنزلقة. وتنقل للفراغ بتاعي برضو بمنزلقة. وهطلع تلات سناسل. وهعمل عمود بلفة. وهكمل السطر بتاعي داير ما يدور لحد الارتفاع اللي انا محتاجاه. انا هنا عملت الكفة بتاعة الجوانت بتاعي اربع سطور. واحد اتنين تلاتة اربعة زي ما احنا شايفين. وعملت الجزء التاني واحد اتنين تلاتة اربعة برضو. بالشكل ده. هكمل للاربع سطور دول وارجع لكم تاني وهي دي هتبقى اليمين. ودي هتبقى الشمائي. خلصت السطر بتاعي واشتغلت اربع سطور هنا من بعد محددت الصباح الكبير. هقفل السطر بتاعي. في الغرزة رقم اتنين. وهارتفع سنسلة. وهدخل تحت آآ السنسلة دي او في السبعة. وهعمل غرزة حشو. وفوق كل عمود هعمل غرزة حشو. بالشكل ده. ولما يقبلني سبعة هدخل فيها وهعمل غرزة حشو. هكمل السطر كله بغرزة الحشو بالشكل ده. عشان الجسم ما يبقاش ممطوط معي. يبقى مسك نفسه وشكله حلو. وبكده كن خلصت الجونتي بتاعي. غرزة سهلة وبسيطة وبتكبر قوان بسرعة. مش بياخد ازد من نص ساعة يعني في عميله ما خدش وقت خالص. ركبت اللوجو. وعملت هنا كمان غرزة حشو. زي اللي عملتها هنا في الحرف. تخلي الشكل احلى. آآ يارب الفيديو يكون عجبكو. آآ لو الفيديو عجبكو. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. وشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.